السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا رب العالمين وبعد مرحبا يا جماعة في محاضرة الميكولوجي رقم اثنين والأخيرة رح نخلص فيها بشكل عام حديث عن الفطريات بشكل مجمل يعني المحاضرة الماضية كانت عبارة عن مقدمة المحاضرة هاي رح تكون specific عن موضوع مستعرضنا على السريع المحاضرة الماضية اللي هو الفنجل انفكشنز الفنجل انفكشنز الانفكشنز اللي بتصيره بسبب الفطريات وليسميناهم الميكولوجي مستعرض المخطط تبعنا رح نبدأ بانترودكشن تمام نعطفية مراجعة لأنواع الديزيز اللي بتسببها الفنجل ذكروا ان انواع الديزيز حكينا ثلاث أشياء أول إشي الاليرجيز الحساسية اللي بتسببها الفطريات حكينا الفطريات ممكن تهيج الزينوفيلز في خلايا جسمنا الزينوفيلز من خلايا جسمنا وتهيج انتاج الآي جي اي هذا الميكانيزم تبع أي حساسية في الدنيا يعني أكيدا حكينا عن هذا الاشي بالتفصيل في الاميونو ورح نحكيانه برضه مرة تانية في الاميونو في محاضرات الهيبر سنسيتيفتي حكينا انه الفطريات المشهورة اللي بتسبب الاليرجيز هم الاسبرجلوس فيوميجيتس تمام حكينا انه ممكن يصير في عنا راينايتس أو ألفولايتس يصير في عنا حساسية في الأنفع أو حساسية في الرئتين اكسترينسينك ألفولايتس سميناها أكسترينسينك فنجل ألفولايتس حكينا النوع التاني اللي هو راينايتس طيب وبعدين حكينا عن الفنجل توكسينز حكينا في بعض الفطريات بفرز بعض السموم زي الأفلاتوكسين بيون تمام الأفلاتوكسين بيون اللي بينفرزوا من الأسبرجلوس فليفوس أو الأسبرجلوس فيومي أسبرجلوس فليفوس أو أسبرجلوس فراسيتيكس تمام أسبرجلوس فليفوس وأسبرجلوس فراسيتيكس واعدين حكينا عن الفنجل انفكشنز والفنجل انفكشنز حكينا يندرجوا إلى أربع أنواع أو خمسة بصغير يعني السوفرفيشيال والكوتينيوس ممكن نعتبرهم نوع واحد وممكن نعتبرهم النوعين همين فعليا شغلتين مختلفات بس يعني فيه تقاطع كبير بينهما عشان هيك كتير بتلاقيوا ناس بيعتبروهم نوع واحد ذكروا أن Superficial Infections كنا نحكي ما بيسببوا استجابة مناعية أما Cutaneous Infections بيسببوا استجابة مناعية وبرضه اليوم رح نحكي أن Superficial بيكونوا مثلاً على الجلد بيكونوا على فروة الراس بس ما بيكونوا على الأضافر الكتينيوس ممكن يشمل الأضافر تمام بعدين في عنا الصب Cutaneous في عنا Opportunistic في عنا الEndomics هذا الإشي اللي هو رح يأخذ أكتر محاضرتنا اليوم تمام فرح نبدأ بالحديث عن Superficial Infection اللي رح نحكي عن Cutaneous Infections رح نحكي عن Subcutaneous Infections بعدين رح نحكي عن Opportunistic Mycosis Opportunistic Mycosis يندلش تحتيهم الكانديديا اللي هي أهم تقريباً فنقاي تحتاجوا تعرفوا عنها سواء بهذا الكورس أو لأدام يعني هي من أكتر الفنقاي اللي بيهتموا فيها في الامتحانات تمام وبعدين عنا الEndomic Mycosis طيب في عنا آخر إشيء كلمتين عن الEndomic Mycosis طيب خلنا نبدأ بالSuperficial Infections بس قبل ما نبدأ نقرأ على السريع اللي حكينا في الIntroduction الIntroduction ذكروا أنه Fungal Diseases Classified into Three Groups الفنقال Allergies والفنقال Toxins اللي هي ما سمناهم Mycotoxicosis في عنا الفنقال Infections اللي هي Mycosis الفنقال Allergies حكينا IGE وإزير الفيلز مشمولين تمام نعتبر أن Aspergillus Fumigetus بسببه Allergic Rhinitis وExtrinsic Allergic في ألفوليتس تمام Fungal Toxins ذكروا أنه في عنا الأفذة Toxin B1 وهذا اللي كان بسبب سلطان في الكبد أوكي الفنقال Infections والMycosis ذكروا أنه Superficial Cotaneous Subcutaneous Superteristic وأخيرا Endemics ذكروا أنه الفرق difference between Superficial والCotaneous أنه Superficial doesn't include لا دمج للتشو ولا Immunological Reaction تمام أما Cotaneous includes both أوكي طيب أي كنا نكون خلصنا Introduction نبدأ الآن Superficial Infection ونذكر قصة قصيرة لجيري الحزين إذا بتلاحظ يا جماعة هاي صورة لجيري تمام الصورة بالأبيض والأسود تمام هذا بساعدكم تذكروا أنه هاي القصة كاملة عم نحكي عن مرض من أمراض شو اسمه Superficial Infections اللي هو Pteriasis Vesicular كلمة Vesicular تمام ممكن تساعدكم على ربط إنه هاي الصورة بالأبيض والأسود فكلمة Vesicular نحكي عن مرض مشهور جدا من Superficial Infections اسمه Pteriasis Vesicular راحضوا جيري كتير حزين هيك ومسكين ومش عم بتأثر حتى من ضربة السيف تمام جيري إز أماوس جيري إز أماوس ماوس ببقى بحرف هذا بساعدكم تذكروا إنه الفطريات اللي بتسبب Pteriasis Vesicular يسمها ملاحظين فيه سيف عم بضربه بس هوا ما عم بتوجه تمام لأنه هذا المرض ما بيسبب أي آلام ولا بيسبب أي inflammation هو Superficial تمام هو Superficial Infection بالفنجار أوكي فعشان هيك هو غير مؤلم لاحظوا شكله في عليه هنا مناطق غامئة في جسمه وفي مناطق بنصف هيك منطقة فاتحة فعليا هذا اللي بيسببه الملسيزيا في مرض Pteriasis Vesicular أو الاسم الثاني إلوه اسمه Tenia Vesicular تمام المهم أيش اللي بيسببه بيسبب أنه في مناطق في الجسم يصير فيها Hyperpigmentation يصير فيها Hyperpigmentation زي غمآن في لون الجلد ومناطق يصير فيها Hyperpigmentation Hyperpigmentation تمام زي تفتح في لون الجلد تمام أيش اللي بيصير بالضبط اللي بيصير أنه الملسيزيا مع الحرارة والرطوبة بتنمو هي جزء من Normal Flora تتذكروا حكينا عنها في محضرة المايكروبيوتا المهم أنه مع الحرارة والرطوبة بتنمو بشكل كبير وهي أصلا من جزء من الميتابوليز بتبعها بتفرز Carboxylic Acid تمام بتفرز Carboxylic Acid هذا Carboxylic Acid بيأثر على خلايا الميلانوسايت تمام اللي هم بيفرزوا ميلانين فهذا بيؤدي إلى مشاكل في تصبغ الجسم تمام بيؤدي إلى مشاكل في تصبغ الجسم بيصير في عنا ما كان في الجسم لونها بني لونها أبيض مرات مرات لونها زهري تمام يعني the hallmark of this disease اللي بيصير في عنا hyperpigmentation أو hypopigmentation hyperpigmentation زيادة التصبغ أو hypopigmentation قلة التصبغ أوكي So we have a disease that is called Pteriasis Vesicular اللي هو Superficial Infection تمام اللي بتسببه الملسيزيا حكينا المحاضر الماضي أصلا بتسببه ملسيزيا فيرفر وفيه ملسيزيا تسببه اسمها الملسيزيا إقلوبوسا إقلوبوسا طيب إيش في عنا كمان كيف منعالج أو كيف منشخص الإنسان المصاب بهذا المرض أول إيش الأعراض السريرية الشغل التانية مراتي نستعمل أشعة فوق بنفسجية صورة الشمس ممكن ساعدكم نتذكرون نستعمل مصباح بيعرض أشعة فوق بنفسجية بنحطها على جسم المصاب إذا جسم المصاب صار يطلع لون أخضر على الأشعة الفوق بنفسجية معناته هاي على مفادقة إنه الإنسان مصاب بمالسيزيا الإنسان مصاب بمالسيزيا في طريقة أخرى إنه نشخص ناخد عينة من الجلد ونشخصها تحت الميكروسكوب رح يطلع عنا منظر سباكتتي وذ ميت بولز هيكا بيسموه يعني سباكتتي وذ ميت بولز صورة السباكتتي مع كرات اللحمة ممكن تساعدكم تذكروا ليش سباكتتي وذ ميت بولز إذا ثاني طيب إذا بتلاحظوا هنا في عنا هدولة الفنقاي عبارة عن هايفة تمام عبارة عن هايفة اللي هنا زي شكل سباكتتي هدول زي شكل سباكتتي زي شكل سباكتتي في بناتهم كرات عبارة عن ييست تمام عبارة عن بدين ييست هدول ييست الكرات عبارة عن ميت بولز عبارة عن الميت بولز. زي ما انتوا شايفين تمام? بطلع عنا هاي في بطلع عنا هاي في وبطلع عنا ميت بولز بطلع عنا ميت بولز تمام? بطلع عنا ميت بولز اوكي فهذا المنظر تحت الميكروسكوب بيساعدني على تمييز انه الانسان مصاب بماليسيزيا. كيف بتعالج الانسان? بتعالج بأزولز عادة نعطيهم أزولز المصابين بهذا المرض. لاحظوه جيري بعد ما تعالج صار اموره تمام. أزول هذا بنعطى بندهن على منطقة الإصابة هو antifungal drug بتتذكروا حكين عنه محاضر الماضي كان الأزولز. فونجستاتيك بيعملوا inhibition synthesis of ergosterol وتذكروا انه كل الأدوية تعيتهم تنتهي بكلمة كونازول. المهم هي اما بندهن على منطقة الجسم اذا كان سيفير ممكن ينعطى بالفم. تمام? بالاضافة الى استخدام الشامبو. تذكروا انه المرض ما بيسبب ألم. عشان هيك الناس عادة اللي بتتعالج منه تمام? يعني بتتعالج منه لأغراض النظافة. حكينا في عنا السوفرفيشي الانفكشن اللي هو البتلياسيس فيزيكالر هذا أشهر الانفكشن. تمام? والاسم الآخر له التينيا فيزيكالر. كوز بي ماليسيزيا فيرفر أو ماليسيزيا جلوبوسا. يعني لو حفظتم كلمة ماليسيزيا وخلاص يغطيكم العافية. إشي كويس. تمام? نيكول ذات ماليسيزيا إزا بارتوف تسكن نورمال فلورا حكيناها. الباثوجينيس كيف بصير؟ أول إشي بصير في عنا رسك فاكتورز زي الحرارة والرطوبة تمام؟ بعدين بصير في عنا الماليسيزيا اللي هي أصلا من النورمال فلورا. تمام؟ عادة تصير لها على السكين تبع المناطق الترنك تبع الجسم. تمام؟ والبروكسيما الليمبز. الترنك اللي هي الجذع والبروكسيما الليمبز يعني الأطراف بس الأطراف من منطقة الاتصال بالجذع. طلعوا عندي الذراعة هون. ما صارت عندي اليد مثلا عند كف اليد أو ما بتصير عنده القدم تمام؟ عادة بتصير على البروكسيما الليمبز اوكي؟ الماليسيزيا بشكل طبيعي بالميتابوليز يجب تبعها بتطلع كاربوكسيلك أسد. هذا الإشي بأثر على خلايا الميلانوسايتس. فبصير في عنا زي تصبغ في الجلد يا هايبربيجمنتشن يا هايبربيجمنتشن يا بصير زيادة التصبغ يا بصير قلة التصبغ تمام؟ المناطق اللي مصابة زي ما هايبربيجمنتشن هايبربيجمنتشن هاي لون بشرة المريض لونها أبيض صار عندنا مناطق تصبغ تمام مناطق تصبغ هنا هايبربيجمنتشن بصبب بشرة المريض غامقة صار في عندنا مناطق فاتحة تمام؟ زي ما حكينا بصير على ترنك وبصير على اللبس تمام؟ افكتب بارس بكونوا بانلس تمام؟ ونن اتشي ما فيهم جروح ولا اشي وماكيولز وسطحين ولونهم يا بيكون بينك أو براون أو وايت ومرات هدول الماكيولز مع بعض بيتجمعوا تمام؟ ليشكلوا زي هيك شغلة يحبة كبيرة كاملة تمام؟ نسميها سكالي بلاك تمام؟ سكالي بلاك المهم انهم بكونوا بينلس هادا أهم اشي تمام؟ كيف منشخص المصاب فيهم بألترا فيولت أشيات ألترا فيولت مرات المستعمل ود لامب لنطلع هاي الأشعة نعرضها على الاسكن اذا طلع لون بيل جرين تمام هيك أخضر خفيف مرات المني آدم هادا مصاب بتينيا فيزيكالر أو مصاب وبتينيا فيزيكالر أو مرات مستعمل الاختبارات في اللاب بأول اشي منعالج العينة بك او اتش بعدين ممكن نضيف صبغة وممكن ما نضيف تمام؟ ممكن نضيف زي ما حكينا الكالسوفلور وايدستين حكينا هاي ممكن نضيفها وممكن ما نحتاج نضيفها عادي نعرض على طول المهم ان الشكل لهذا تبين على شكل سباكتيا والميتابولز شرحنا شو معنى سباكتيا تمام؟ الثك سبتة هاي فيها عبارة عن سباكتيا والكلسترز هذول عبارة عن ميتابولز كيف نعمل تريتمينت؟ التريتمينت هو المرض فعادة التريتمينت عشان كوزمتك يعني شغله نظافة تمام؟ سباكتيا ممكن يتعالج الواحد لحاله اذا مثلا يتحمى ممنح وكذا خلاص بتروح الفطريات بس ممكن يحتاج تبك انتفنجل دراجز زي الأزولز ومع شامبوه لمدة اسبوعين مرات في سم سيفير كيسز ممكن نستعمل أورال أزولز بس يعني بشكل عام ما بنستعمل أورال أزولز ما بنستعمل أزولز عادي ومرات بنحكي له بس روح تحمم يا مريض ويعطيك العافية بش داعي تمام؟ هي جزء من نورمال فلورا فطبيعي كل ما توفرات لها الظروف من الحرارة ومن الرطوبة انه تسبب التينيا فيزيكار تمام؟ تسبب مرض التينيا فيزيكار طيب هيك شبه خلصنا بس ضايل شغلة صغيرة تمام؟ مرض آخر نحكيه مرضو بتسببه الملسيزيا سيبوريك ديرماتاتس شبيه بالمالسيزيا أو بالتينيا فيزيكار تمام؟ بس هو بصير بفروة الرأس بس ببساطة بصير في عندنا هايبربلوفراتيشن أوف دي سكالب تمام؟ بصير الواحد بسبب الملسيزيا فيرفر بصير الواحد عنده إشرة داندروف بصير عنده إشرة وتحت الإشرة بيكون في مناطق هيك حمرة تمام؟ حمرة ومغطاية بجلد دهني يعني مغطاية بجلد دهني تمام؟ المناسبة أنه السيبوريك ديرماتاتس هذا يعني ما بيقدر نحكي زي هناك أنه المسبب إليه هو الملسيزيا وهنا الملسيزيا فيه إلها أسوسياشن زي يعني عامل مساعد تمام؟ بس مش هي المسبب لا المرض تمام؟ فعشان هيك لما نعالج البني آدم بتحسن شوية بس بالآخر مش هي المسبب يعني مش هي السبب الرئيسي للباثوجينيسيس تبع هذا المرض السيبوريك ديرماتاتس أوكي فيه أسوسياشن عشان هيك بس نعطي الناس اللي عندهم سيبوريك ديرماتاتس اللي هو الانتيفنغال تمام؟ بصير لهم بروجيشن أحسن مثل لهم بروجيشن أحسن وزي ما حكينا مش هو المين كوز طيب بنعيد على السريع لدينا السيبوريك ديرماتاتس هذا عبارة عن مرض بصير فيه إشرة مع حمرار تحت إشرة هاي ومغطاية بجلد دهني تمام؟ الإشرة بتكون عبارة عن جلد دهني فيه أسوسياشن بينها وبين الملسيزيا فيرفر تمام؟ علشان هيك إذا أعطي الواحد انتيفنغال بتحسن البروجيشن تبع الديزيز أوكي لننتبهت له قبل عدة أسابيع تمام؟ وطلع الطبيب تطلع على هذا الراش تمام؟ موجود على الترنك تمام؟ تمام؟ وموجود عليه الراش هذا أكيد يخليكم تشكوا بيميا يخليكم تشكوا بالتينية فيسيكلر يخليكم تشكوا بالتينية فيسيكلر أو البترياسيس فيسيكلر طيب إذا هيك بنا نعمل إجراءاتنا الروتينية بنا نفحص الفنغاي بستعمل بوتاسيوم هيدروكسايد أوكي وطلعنا وجدنا تحت المجهر في عنا بوث تيست سيلز اند هاي في تمام؟ في عنا الشكل اللي حكينا عنه في عنا بوث يست اند هاي فين فمعناتو إحنا هيك يا أشب يتأكدنا أنه خلاص الموضوع عبارة على انفكشن بالمالاسيزيا طيب إيش المطلوب بالسؤال بولك هاي في رسك فاكتور زيادة رطوبة حكينا إيش الريسك فاكتور أكتر إيشي الحرارة والرطوبة الحرارة والرطوبة فكرناك ألكوهول يوز أكيد غلط فور هايجين أكيد غلط هايبر هايدروسيز أكيد هي الصح هايدروسيز معناها رطوبة تمام هايبر يعني زيادة رطوبة معناتو this is the correct answer recent exposure to antimiotics أكيد غلط تمام أوكي هيك ها بنكون خلصنا second topic of this lecture خلInan 이럴د أن أبدأ بالحديث عن cutaneous micosis cutaneous micosis يا جماعة إذا بتتكروا حكينا إنه فيه مرض مشهور جدا بصير ب dato اللي هو dermatophytosis اللي بيسببوه اللي هم dermatophytes اللي بيسببوه dermatophytes آخر مرة من عيدها إنه حكيناها كتير الفرق بين cutaneous وبين suffering إنه cutaneous في عنا شو اسمه في عنا immunological reaction وفي عندنا تمام وفي ممكن يكون مشمولين هناك ما بكونوا مشمولين زي ما حكينا مين اللي بسببهم بسببهم تمام هاي الصورة بتلخص شو اللي بيصير رح حاول نربط عليها يعني اه انه في حدو طلب مني بصراحة نحاول نعمل قصص نربط الفنقايف ببعض علشان موضوع زنخ فان شاء الله انه تكون الامور اسهل زي هيك طيب يا جماعة يندرج تحتيها تلات انواع هاي الفطريات يندرج تحتيها مهمين بهمونا تمام اذا بتلاحظوا في احنا عنا هون اتنين احنا وين احنا اصلا احنا في مختبر تمام احنا في مختبر جلدية في اتنين هدولة عادين بتخانقوا والمرضى عادين بيستنوا فيهم تمام المهم اذا بدنا نيجي نقرب هون عند منطقة تلخناها اول شي بنلاحظ هون لوحة موجود عليها صورة الجلد مكتوب عليها كلمة مكتوب عليها كلمة تمام اذا تلاحظوا هون في عنا مايكروسكوب وفي عنا هون باسكليت تمام هذا اسمه ترايسيكل احنا بنحكي عادة بايسيكل للباسكليت لأبو عجلتين هذا باسكليت ابو ثلاث عجلات نسميه ترايسيكل طيب الكلمة ايبي ديرميس مايكروسكوب وترايسيكل ممكن يساعدكم تتذكروا انواع الديرماتوفايتس انواع الديرماتوفايتس ثلاثة اول ايش من كلمة ايبي ديرميس تذكروا انه في عنا النوع الاول هي الدERMATOFYT EPIDERMOPHYTON EPIDERMOPHYTON النوع الثاني بالنسبة للميكروسكوب هو DERMATOFYT MICROSPORUM والنوع الثالث الني هو من الدERMATOFYT بالنسبة لل Tricycle Lindaetrico-Phyton olas وحكberناهم للمحاضرة الماضية 하ينon 3 types of dermatoeres LERMATOFYTON esses acrobatos وعند النوع الثاني المايكروسبورا وعند النوع الثالث التريكوفايتون طيب الدرماتوفايتس مش جزء من النورمال فلورا فممكن احنا ايضا نصنفهم عدعا نصنفهم عن الاسبيشيز ممكن نصنفهم بناء على طبيعة الانتقال تمام من وين بنتقلونا ممكن ينتقلونا من انسان لانسان لحظة اصلا اول شغل الواحد بلاحظها بالصورة هنا انه فيه اثنين بيتخانوا يعني اكتر على مميزة بالصورة تمام فهذا ممكن يساعدكم تذكروا ان الطريقة الاولى لانتقال درماتوفايتس اللي هي منسميها أنثروبولوفيليك أنثروبوفيليك يعني من انسان الى انسان تمام الطريقة التانية لاحظوا انه هاي مش كتير كبيرة الصورة يعني على الهامش تمام هناك الواضحة انه هاي المستكمل تمام بس هون مش كتير واضح بس معها حيوانات هذا البني آدم فممكن ينتقل المرض عن طريق الحيوانات للبشر فالطريقة التانية لانتقال منسميها زوفيليك من سميها زوفلك زو من حيوانات تمام حليقة الحيوانات نسميها زوفلك الطريقة الثالثة هذا البني آدم اللي على الطرف زي ما انتم ملاحظين ماسك مجلة تمام ماسك مجلة اللي هي ايش معنى ايش معنى ايش يعني شيء جامد يعني زي ما نحكي مش شيء حي تمام مش شيء حي فهو ممكن ينتقل عن طريق لمس الأشياء الملوثة بهاي الفطريات ولو كانت هاي الأشياء مش حية مثلا مجلة منشفة اي اشي بتلامسون ناس vase اللي تدولو تمام وكانت تقل عم طريقه الفطريات فاي دهان طريقة الاولى لانتقال اللي هي انتروفوليك اللي هي عن طريق انسان لانسان حكينا هاي المستكمون تمام الطريقة التانية اللي هي الزوفلك تمام عن طريق حيوان لانسان والطريقة التالتة عن طريق اشي جماد تمام جيووليك طريق واحد ماسك طيب في عنا خمس انواع من الدرماتوفايتوساز اللي ممكن نحكي عنهم متذكروا أنه الـ Dermatophytosis حكينا عنهم الاسم الآخر للمرض اللي هو التينية تمام وDon't be confused بين التينية اللي عم نحكي عنه هون وبين اللي حكينا عنه قبل شوية اللي هو التينية فيزيكالر تمام التينية فيزيكالر هذا مرض آخر تماما كلمة تينية لحال تختلف تماما عن تينية فيزيكالر Okay here we are speaking about مرض اسمه تينية اللي هو كوتينيوس مش سوبرفيشي اوكي طيب عنا بالنسبة للتينية في 5 types of tinnia التينية الأولى إذا بدنا نيجي نلاحظ هنا تمام تلاحظوا هذا البني آدم اللي هنا هذا زلم كوري معلش مش شونها ولو أنه ما مبين عليه أي شيء أنه كوري بس نعتبروه كوري تمام وهنا عنده رجله هيكا عليها زيك أنه دم زيك أنه عليها دم تمام هذا بساعدكم تذكروا النوع الأول من شو اسمه التينية اللي هي من سميها التينية بيديس تمامي نسميها التينية بيديس راحظوا أنه الزلم الرياضي تمام وهاي فعلا من سميها المرض بالعربي القدم الرياضية اللي هي الاثليت فود لأنها عادتا بتصيب الناس الرياضيين تمام القدم الرياضية هاي اللي بيسببها عادتا فطريات تمام اللي هميه لتريكوفايتون تمام الديرماتوفايتس تريكوفايتون حتى نوع محدد من تريكوفايتون يسميه تريكوفايتون من تاقروفايت تريكوفايتون من تاقروفايت ايش اللي بيصير بالعادة في عنا two types of famous manifestations هو اكتر من هيك بس انه بالعادة اللي بيصير اما انه الرجل من تحت زي هيك بيصير فيها دم او اما انه بين الاصابع طبعا ما نقدر نكبر بالاصابع بس انه بين الاصابع تمام نفرضو هدو الاصبعين الرجل تمام هنا بصير في عنا زي تقرحات بصير في عنا زي تقرحات سو تينيا بيدس اللي هي athlete food تمام عادة بتصيب الناس الرياضيين بسببها تريكوفايتون من تاقروفايت تمام واللي بيصير انه بين الديجيتالز بين الاصابع بصير في عنا زي تقشر او مرات بصير في عنا dermatophytosis تمام في soul of the foot اللي هو المنطقة السفلية من الرجل من تحت الرجل تمام من تحت الرجل هنا مش من منطقة العلوية من منطقة السفلية هذا بالنسبة للتينيا بيدس اللي هو أول انواع التينちゃん طيب النوع الثاني اللي هو التينيا كورورس التينيا كورورس يا جماعة عادة بصيب المناطق اللي ما عليها شعر في الجسم تمام إذا بتلاحظوا هذا المريض هذه النسبة لي PEK Award تمام هذا المريض عليزي إشارة المرين هاي الإشارة تعيد القوات البحرية الأمريكية تمام إشارة المرين كوربس اللي منسميهم مرين كوربس اللي هي من قوات البحرية الأمريكية هذا بساعدكم تتذكروا أنه النوع التاني من التينية تينيا كورفورس التينيا كورفورس عدتًا بتصيب المناطق اللي ما فيها كثير شعر في الجسم خصوصًا لترونك خصوصًا هذه الجذع يعني عند الجذع وتنتقل بشكل كبير من الحيوانات وتنتقل بشكل كبير من الحيوانات عدتًا بكون شكلها أنه بصبر في عنا حمرار من بره وكل ما تنتجه للنصب بكون الجل الطبيعي يكون عبارة عن دويرة وحمرارات كلها وكل ما اتجهت للنصب resource بشكلها طبيعي، إذا تلاحظوا هون الدوارة، تمام، الدوارة هون في عندنا زي لون أحمر من بره وبالنصف لون أبيض، تمام، فعندنا إذن التينيا كوربوريس، اللي هي إنفكشن ذات أفكتس، اللي هي الهيرلس سكن، تمام، موستي ذات رنك، هفكرة بالنسبة كتير بنتقل من حيوانات هذا الإنفكشن، أوكي؟ طيب، الشغل الثالثة اللي ممكن نحكي عنها، إذا بتلاحظوا هون في عندنا شو اسمه؟ البني آدم هذا اللي حكينا عنه، حكينا عنه أنه بني آدم كوري، لاحظوا أنه كاشف فخده، تمام، كاشف فخده، هذا بساعدكم تتذكروا النوع الثالث، تمام، اللي بنسميه تينيا كورس، بناءً على أنه هذا كوري، تمام، سميناها تينيا كورس، هاي النوع من الانفكشن من الدرماتوفايتوسز أو التينيا، هذا بصيب منطقة الفخذ وبيصيب المناطق التناسلية، بصيب منطقة الفخذ وبيصيب المناطق التناسلية، أوكي؟ ففي عندنا النوع الثالث اللي هو التينيا كورس، تمام، أفكت يعني يجيل اله أن يجيلة النوع الرابع بيت صاه組ت بالقدم الرياضية حاكلنا يا من تحت أو من من بين الأصابع 애عني التي نبيت صاعب بنال nasze أنها تفيد مناطق شعري لما فيها شعر تمام خصوصا جدع الإنسان في Wha vuelta من جائحكا foram بلدأ ذي الساعة حكينا عن التينيا كورس اللي هي بتصيبها على التن بيريتونيوم والبروكسيما النوع الرابع عنده هو التينيا كافيتس التينيا كافيتس اذا بتلاحظوا هذا البني آدم عنده زي ثعلب براسه عنده زي صلاع براسه وحامل زي كاب فهذا بساعدكم تذكروا اسمها تينيا كافيتس وهذا الانفكشن هذا النوع من التينيا بيصيب الراس يأدي لزي يطلع إشرع الراس ويتأدي لفقدان شعر فقدان شعر بسبب الثعلبة وهذا أصلاً الثعلبة التينية كابيتس اسمه بالعربي الثعلبة تمام وبالمناسبة بوتروك إذا لاحظين شعر أسود فعلاً لما يتساقط الشعر بترك مناطق سودة فهي بتكون على المميزة مش أي حد بيصلي عنه ثعلبة هذا كان إنفكشن بترك مناطق سودة على الرأس تمام فإذا التينية كابيتس ساعدكم كلمة كابيتس تذكروا أنه اسمه كابيتس بصير في عنا سكيلين وبيصير في عنا هيرلوس تمام الهيرلوس اللي هي منساميها اللي هي الثعلبة بالعربي تمام بترك مناطق سودة حين ما بتساقط الشعر طيب النوع الأخير مش موجود على الصورة بس يعني ممكن نرسموه على السريع هنا تذكروا أنه في عنا إحنا حكنا الكوتينيوس انفكشنز بيشملوا الأضافر تمام بيشملوا الأضافر ورح نحكي هلأ عن مليفستيشن بيشمل الأضافر نسمي تينية أونكوينم تمام نسمي تينية أونكوينم اللي بيصير أنه الأضافر بيصير اسميك بيصير عليه لون أصفر حتى يعني لاحظة احنا عنا نرسم باللون الأصفر ما عن هذير مقصودة بسمها شي هو فعلا بيصير الأضافر لونه أصفر ومرات لونه كتير أبيض بيصير تمام وبيبلش أنه يصير هيك أضافر ضعيف بسمك تمام وبيصير لونه أصفر أو أبيض وبيكون ضعيف يعني قابل للكسر وإذا ما تعالج الإنسان المصاب بهذا تينية أونكوينم تمام ممكن ينكسر الأطفر طبع وممكن ينكسر الأطفر طبع بالمناسبة هون بيكون بيكون على الرغم من التغييرات الشديدة يعني لو حنشوف الصورة بعد شوية نحن نيجي نشوف الصورة تطلع على الأطفر كيف بتغيره بشكل كبير بس ما هيك بيكونش مؤلم تمام وهي ترى علامة فارقة لأنه بعد شوية حنشوف بسبب الكنديدي على الأطفر برضه بس هذلك بيكون رح نحكي بس نوصل عن الفرق بين الانفكشن طبع الأطفر هون بين الديرماتو فايتس وبين الانفكشن طبع الأطفر واللي بيصير من الكانديديا بس عالسريع بصير في عنا النيلز وبيصير فيه لونهم يلو أو اكستريم لي وايت تمام وبيكون برتل يعني ايزي بريكة بل تمام بكون بيكون أوكي يا جمعة طيب عالسريع نقلها كل اللي حكينا إذا تمام هناك ما كان فيه فيه السل السوبرفيشيال تمام وفيه عنه هون إميونالجيكال بس طلع انه دازنت سبريد تشوز إذا نزل الاندرلائيين تشوز بيصير اسم سبكوتينيوس وإحنا نحكي عن كوتينيوس المست كومون ديزيز اللي هو أو التينيا أو الدرماتوفايتوس تمام هذا بيصير بسبب الدرماتوفايتس بسبب الدرماتوفايتس تريكو درماتوفايتس ومايكروسبورا وتريكو فايتون كيف بوصل الإنسان ترى الطرق الانفروفيليك اللي هو from affected person to susceptible تمام وهي المست كومون وعندنا بعد هيك الزوفيليك الزوفيليك اللي هي transmitted from animals وعندنا الجيوفيليك اللي هي transmitted from inanimate objects تمام أهم objects يعني شو اسمه زي الشوار زي طول زي أي شي جامل أي شي جامل ندايركت يعني أوك عوزي ما حكينا زي لازم يكون في يعني على الأقل بيساعدوا بشكل كبير تمام بعدين بنتقل الإنسان عن واحدة من الطرق اللي حكيناها anthrophilic تمام الزوفيليك والجيوفيليك تمام طبعا احنا عادين نحكي عن معناته بنحكي احنا الاسكن فيو مشكلة تمام احنا بنحكي عن الاسكن فيو مشكلة بس اذكروا أيضا انه ما بنزل deep under the skin كتير ما بنزل subcutaneous طب طب شوال clinical features حكينا في خمس clinical features اذا بنيجي على الصورة هون نشوفهم احسن في عنا تينيا في عنا التينيا تمام التي نسميها الاثليت القدم الرياضية القدم الرياضية لاحظوا انه بصير في عنا زي ما تشايفين هنا تمام بصير في عنا بتحت القدم يائما على السول هنا مرات بين الاصابع تمام مش نبين هون بين الاصابع بصير في عنا مرات بين الاصابع او مرات بكون او مرات بكون تحت على السول تمام على الاقدام من الاسفل تمام وهي بكون مور سيفير than this manifestation ومين التي هي من تمام نيجي للنوع التاني اللي هو التينيا كوربوريس تمام التينيا كوربوريس كوروريس كزي ما أنتم براحظين الحب زي هيك من بره لونها احمر من جو لونها نفس الجلد. اوكي وفي عنا الكوراس هذا الكوراس اولrespondح انتين كوراس هادل تلتين كورس بصيب البريتونيوم سيبت لمناطق التناسلية. تمام ما الو صورة. في عنا التينية كابيتز كمام في عن التينية كابيتز. اني هو بصيب ايش ايةimmer بصيب الشعر تمام بصير في عنا هيرلوس اللي هو الثعلبة إذا بنيجي لشوفوا على الصورة هون تمام زي ما شايفين صار فقدان للشعر وفي عنا زي هيك مناطق واضح انه في انفكشن مش صلاع طبيعي مش صلاع طبيعي اوكي طيب في عنا تينيا انقواينا زي ما حكينا بيصيب الاضافر تمام الاضافر ياما بصيروا اكستريم لي وايد زي هيك وبيصير لونهم اصفر بصير لونهم اصفر بصيروا اصفر بصيروا اصفر زي ما شايفين سماك قابلين للكسر اذا بصيب النيلز بصيروا ثيكن بصيروا يا يالو يا اكستريم لي وايد تمام بصيروا بريتل ايز لي بريكابل اذا ما عالجنا البني ادم النيل والسيباريت فرم ذا نيل بيت تمام رح ينفصر رح ينفصر عن الاصبع تمام طيب بالمناسبة هذا مصطلح بس تكونوا عارفينه اللي هو اوني كوميكوسز تمام اوني كوميكوسز اوني كوميكوسز اللي هو اول فانجل انفكشن اوف ذا نيل تمام رح نشوف بعد شوية انه لو ما نيجي نحكي عن مين لما نيجي نحكي عن الكانديديا ما يسبب انفكشن في الاطفل برضو رح نحكي هذا المصطلح فلا تفكروا انه مصطلح جست سبيسيفيك لا اللي هي التينيا اونجوائنا اوكي انما هو مصطلح عن اي انفكشن بصير فيه الاضافة اوكي اه حكينا هانيل ازنت اه 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 بس بي الكوتينيوس تمام هاي بالمناسبة بس هون قائمة ببعض الامراض اللي ممكن تصيب الجلد وممكن تلخبط الواحد زي الاكزيما زي البسورياسز تمام زي الامبتيجو زي اه اه الدراج اندرياكشنز تمام يعني هدولها بعض الاشياء اللي ممكن اللي ممكن تلخبط الواحد تمام اثناء الدياغنوسز اثناء الدياغنوسز اوكي طيب كيف بنعمل الدياغنوسز للبني ادم المصاب كيف بنعمل الدياغنوسز ممكن عن طريق المايكروسكوب تمام زي اي فنقاي في الدنيا منضيف كي او اتش تمام نعزل الخلايا الطبيعية عن خلايا الفنقاي بعدين بنشوف تحت المايكروسكوب رح يبين معانا هاي فيه ومرات ببين معانا تمام ما اعتقد ببين معانا اسفورز نادرا يعني ممكن يبينو اذا كانوا جو الشعر الممكن يبينوا ممكن يكونوا جو حبة الشعر وممكن يكونوا برا يعني حبة الشعر اللي جو الشعر بنسميها جوه هنا هنا فيه نقط زي هيك عبارة عن نيست جو الشعر هاي حبة شعر هاي اللي بلون أزرع هاي من نسميها Endothrix وهنا بر الشعر زي ما أنتم لاحظين هنا طرعين بر الشعر نسميهم Ectothrix تمام؟ هنا Endothrix هنا Ectothrix تمام؟ وبالمناسبة الهايفة تبع كل واحد من الدرماتوفايتس بيختلف فإذا بنا نيجي نشوف هنا الدرماتوفايت إبيديرموفايتون تمام؟ تحديداً إبيديرموفايتون فلوكوسم تمام؟ هذا الإبيديرموفايتون فلوكوسم زي ما أنتم لاحظين بيكون عبارة طلعوا هاي شكل هيك ثنائي طالعوا على شكل ثنائي هنا مثلاً هاي عصائي جاي زي هيك بعدها متفرع بشكل ثنائي جاي زي هيك متفرع بشكل ثنائي عشان هيكم سميها Byfurycated تمام؟ Byfurycated هايفة تمام؟ بتكون زي هيك مفصولة يعني نحط ألم أحسن تمام؟ لاحظوا عنا واحدة هنا واثنين ثلاثة وأربعة فهي مفصولة أكتر من خلايا multiple smooth club shaped sets تمام؟ multiple smooth club shaped sets فهي عاملة Byfurycation تمام؟ اللي هيو ثنائي تمام؟ من فصلة multiple smooth club shaped sets أوكي؟ club shaped sets هذا بنسبة لأبيتير مفايتم تمام؟ في عنا المايكرو سبورم المايكرو سبورم بيكون شكلهم شكل شكل spindle زي هيك زي شكل الإبرة تقريباً تمام؟ زي شكل spindle أوكي؟ بيكونوا thick فعنا thick words spindle shaped وطبعا مالتسلولة واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة في عنا ست خلايا هون فهيكون ملتسلولة أوكي؟ في عنا النوع الثالث اللي هو الدرماتوفايتون ستريكوفايتون تمام؟ هون المايكرو سبورم هون الإبتير مفايتون هون التريكوفايتون التريكوفايتون بتكون large زي ما تشايفين هيك large و smooth تمام؟ ويعني مقارنة بها بتكون thin نقدرنا بتتبرها إنها thin تمام؟ فهي thin wall وفيها فيها طبعا زي ما تشايفين فيها مفصولة هون فيها عبارة عن وبينسل شاب زي ما أنتم راحضين شكلها زي شكل الألم لذلك أشكالهم عبارة عن bifurcated والهاي في الوحدة مقسمة multiple smooth club shaped cells أوكي؟ وعندنا المايكرو سبورم بتكون ثيك بتكون شكل هاسي شكل طبعا تكون ملتسلولار عنا تريكوفايتون تمام؟ تكون large و smooth thin wall تمام؟ سبتتتت تمام؟ سبتتتت زي ما أنتم ملاحظين وبينسل شاب أوكي؟ طيب ما لاتوا إحنا خلصنا هذا نيجي هنا كيف نعمل كالتشر زي أي كالتشر فنغاي في الدنيا نستعمل الاس دي اي تمام؟ ونستعمل الاس دي اي حكا نعمله بالمحاضرة الأولى ونعمله إنكيوبيشن لأربع أسابيع تمام؟ عشان هيك احنا نكره إنكيوبيشن فنغاي زي ما أنتم ملاحظين الميليزي مايكروورغنيزم نطوله كتير يعني تمام؟ طبعا بعد ما هادب بينه الكلونيز عندنا عادتا نصبغهم بصبغة نسميها لاكتوفينول كوتون بلوستين لاكتوفينول كوتون بلوستين كيف منعمل التريتمنت؟ مرات منستعمل طبعا لوكل منستعمل التريتمنت مندهنه دهن يعني ما بناخده أورل إلا في حالات سيفير تمام؟ عادتا نستعمل أورل لوكل ميكونازول تمام، تذكروا الكونازول مين همي الأزول تمام؟ كنا نحكي أي كلمة تندرج هنا وفونغيستاتيك تمام؟ فممكن نستعملوه هذا لوكل وممكن نستعمل أورل تربينافين تمام؟ من أسبوع إلى أشهر فبيطوّل العلاج عنا ويطوّل العلاج عنا أورل تربين اليهما يندرج تحت علتين من درجة تحت علت المناسبة ما أنسى هنا بس سريع وممكن أنه ما تهتم فيهم طيب نصنا هيك بس ضائل سؤال هذا السؤال في سنوات بقول لك هذا السؤال زينخي شوي لأنه يعني هو مذكور أكتر من نوع فمقاي هنا ومش مذكور بصراحة بشكل صريح أنه هاي هي هي المستكمون Lipidermophyton Faloxone تمام هاي Lipidermophyton ما حكنا عنها هنا تمام Lipidermophyton تمام وذكرناها مرة تانية هنا احنا عام شو nya ذكرنا أنه alpha falar infection اللي هو بكون anthro payment anthro leaks تمام فممكن لوحد إنه predict إنه يعرف إنه الجواب ايه والإاشي اللي بيأكد له إنه الجواب ايه إنه البعية هدول كلهم اللي رح نأخذهم لأقدام رح نحكي عنهم بعد شوي في المحاضرة تمام ولا واحد منهم كومون فيه انه ينتقل عن طريق التلامس البشري ولا واحد منهم كومون انه ينتقل عن طريق التلامس البشري فاذا الهيومن توهيومن ترانزميشن is most likely to occur with an افيديرموفايتون فروكوسن تمام فاخلوا هذا السؤال في بالكم طيب هيك بنكون خلصنا التوبيك التالت من المحاضرة هل خلنا نحكي عن السبكوتين يواس سبكوتين يواس زي ما حكينا اخترقت الطبقة الخارجية من الجلد تماما ووصلت للانسجة الداخلية زي العضرات زي الكنكتف تيشو الى اخرى تمام اشهر مثالين على الانفكشنز طبعا الصبكوتين يواس تيشو عنا سبوروتريكوسز او اللي يسموه برضو روز ثرون ديزيز تمام روز ثرون ديزيز واسمه روز ثرون ديزيز لانه عادة يصيب الناس من زي ما يحكي الابر تبعة الوردة تمام اذا الوردة عليها زي شوك تمام عليها شوك على العصائي تابعتها من الجلوح حديثة ممكن تصيب الواحد بهذا المرض تمام وفيه عنا الميسيتونما تمام اللي بسبب باشي نسميها الماديورافوت نسميها الماديورافوت خلينا يأتي عنوا مع السريع الفطريات هذه intimate thatpersonal من الوردة تمام بنجرح من الوردة فبتنتقله هاي الفطريات من الوردة لأيد الإنسان عادة الإنسان بنجرح مثلا من هنا بأيده تمام ايش اسم الفطريات هاي بسميها سبورثريكس سكنكي تمام سبورثريكس سكنكي بكل بساطة بصير في عنا جروح بتبلش أول إشي بتنتشر هاي الفطريات فيه بعدين تبلش تعمل زي هيك أولسرز تبلش تعمل زي هيك أولسرز تمام فهي بكل بساطة بتصير عادة تنبيبين بالناس تنتقل من التراب أو تنتقل من الورد تمام تصير بالرولز هاندلرز الناس اللي بيحملوا يعني بيشتغلوا المزارع مع الورد وكذا بدخلوا هدول الفطريات عن طريق سكنكوتس حسنا؟ النتروماتيك ترانسبلانتيشن نوديول ويطفل بصير زي هيك عنا على الفور ارم زي هيك جروح عنا أولسرز بعد ما يصفي عنا الفكشن في المحيطة فيزادز يعني واصلا الدكتور مش موجودة كلها في الصلايدات الفقرة بس يعني الدكتور حكي عنهم على السريع فحبت أن أهوه عليها وهي صلايد جايبها من فسيو عفاً تكون صورة واضحة تمام؟ طيب هذا بالنسبة للأزيز الأول حكينا مش كتير مهمني جال الدكتور الثاني اللي هو الأهم المايستوميا يا جماعة بصير في عنا هو عبارة عن Granulomatis Infection Granulomatis يعني بصير عنا زي Granules زي هيك تمام زي ما انتم ملاحظين اللون بنفسجي تبع الرجل اللون بنفسجي بصير عنا بصير جوة الأوردة الداخلين في بعض بصير فيهم فيستيولة تمام يعني الأوردة تمام الأوردة الدموية بتصيروا داخلين في بعض بصير فيهم فيستيولة وبصير عنا زي هيك كرات تمام تمام لونهم أصفر ولونهم أحمر ولونهم أسود يعني اشي بتعافل نفس الجميل في هذا المرض إنه painless يعني مع كل هذا المنظر المشوه المرض painless تمام الانفكشن هذا painless تمام مين اللي بيسبب هذا المرض المايستومة هنا هاي شغلة confusing شوي إحنا عم نحكي عن فطريات تمام اللي بيسببها النوع المسبب الأول إلها فطريات بنسميها ماديوريلا مايستوماتس تمام ماديوريلا مايستوماتس هاي بيسمها تمام هاي الفطريات ممكن تسبب هذا الانفكشن ممكن نفس الانفكشن بنفس المظهر تمام بنفس المظهر تسبب بكتيريا نسميها اكتينومايستس إسرائيلي تمام اللي بيسموها الشعيبيات الإسرائيلية بالعربي هيك يسمها تمام اكتينومايستس إسرائيلي أو الماديوريلا مايستوماتس تمام فعرشان هيك بس يجينا واحد بهذا الشكل يعني رجله زي هيك نهتمل ونعمله دياغنوسز مخبري مش بس نفحص الأعراض طبعي تولير يعني زي ما حكينا هاي الأعراض مش ثابتة تمام هاي الأعراض مش بس تسببها الماديوريلا مايستوماتس ممكن تسببها الأكتينومايستس إسرائيلي أوكي بتصير بكل بساطة بتنتقل عن طريق الجروح تمام عن طريق واحد مثلا بيشتغل مزارع بيلابس حفاية مثلا وينجراحوا من التراب اندخلت الفطريات هاي لرجله وبدأ شتت كاثر وعملت زي هيك هاد المنظر طبعا لازم تريتمينت لازم تريتمينت شديد لهذه الحالة تمام عدت منعطي بولينز ديريباتيبز اللي هم أشد نوع الانتيفنجل درابز تمام حتى منعطي امفوترسين بي ممكن نعطي بعض الأزولز تمام وكتير أحيانا نحتاجنا للدخل جراحيا عشان يعني لأنه بينلس فالمريض عدتا بيطنش بيشوف زي هيك برجل وبيحكي لك يلا بتتعاثر حالها كذا وبزيد الألم نتزيل الندوات الموجودة اوكي سوف نرى ميسوتومة is a chronic granulomatous infection تمام مرات منسمي farmer food disease نصنع في اول إشي اللي هو بسبب الفطريات اللي احنا ندرسه حاليا اللي هو الماديوريلا ميسوتوماتس تمام هذولة فطريات عندهم سيبتي هايثي أنا تهم فطريات صحيحة بينما عنا الأكتينو ميسوتومة هذا بسببه من البكتيريا تمام فيلمنتوس aerobic بكتيريا اوكي اصلي المثال اكتينو ميسوتوماتس اسغائيلي اوكي فإحنا we are now studying about اللي هو الايوميسوتومة اوكي هاو it's transmitted it's transmitted by traumatic implantation ليش بصير في عند الواحد جروح بصير في عنده جروح في جلده تمام هذا الاشي بسمحلاء الفنقاي انهم يدخلوا الفكتين واسلاء طيب هاي الصورة زي ما حكينا لونها purple تمام في عنا discoloration ومالتبل fistula بكونوا داخلين الاولد ببعض وصينيس بكون فيهم زي صديد لون أصفر وأبيض يلو ويت ورد وبلاك يعني منظر مقرك زي ما تواضحين وكتير احيان هدول الاقدام تحتاج التدخط الجراح إليه انهم painless because they are painless so patients don't tend طيب how to diagnose هو الماكروسكوب examination ما كتير بساعدنا بس ممكن نعرف ممكن نعرف انه لون العنو المنزل المنزل يساعدنا تدخط انه fungal infection عادة when we see واحد مثلا عنده في رجله العنو لونهم أسود لون أسود تمام فإحنا منميل انه عنده fungal infection وممكن سعيدها ممكن سعيدها انه في حالة معينة يعني نبلشها anti-fungal drugs قبل ما نعمل قبل ما نعمل التشخيص microscopic او culture إذا ما كنا قادرين نعملهم تمام مسكنوا في الصورة انه black granules يعني يعني يبعطونا indication انهم fungal infection انه heo mycetoma مش actinomycetoma تحت المايكروسكوب شي اللي بيظهر عندي سبته hi-fe تمام ممكن يظهر عندي spores بالنص اذا بنا نجي نشوف زي هنا عبارة عن hi-fe هيك وزي كرات بالنص تمام زي كرات بالنص هذول عبارة عن شو اسمه عبارة عن exposed مرات او yeast عم بيطلعوا موجودين في النص تمام هاي هي madiorella mystomatis تمام لاحظوا انه في عنا intercalorie chlamydia spores تمام في النص هيك spores تمام culture نعملهم culturing زي اي خطريات في الدنيا تمام زي ما حكينا بكل بساطة لما نيجي احنا بدنا نزراهم على اي اشي نستعمل koh تمام علشان نفس لهم بيبينوا عنا زي المنظر اللي انتشاي فينو intercalorie chlamydia spores طبعا هذول خلافا للكنديدية لان رح نشوف انه الكنديدية بيعملوا شوية شبيهين فيهم الكنديدية بيكون الهايفة والسبور على الطرف بيكون السبور على الطرف لأهون السبور بالنصر زي ما اتفعنا نحتاج انه نستعمل systemic antifungals زي المفوترسين بي ذكروا المفوترسين بي هذا هو تمام اللي هو الوحيد المفوترسين تمام مرات نستعمل بيكون هذن ذكروا انه ايضا كيفن انترا فينسلي اوكي هذول اللي همه هون الكيتو كونازول والإترا كونازول تمام كيفن مين ذات يو نحتاج كتير احيان لانا البشن ساعدتا بيجيك متأخر اوكي يا جماعة هيك بنكون خلصنا الكنسبت الرابع من ال المفوترسين يا جماعة هذول امراض تمام من اسمهم أشياء انتهازية اللي بتسبب بهم فطريات انتهازية ايش معنى انتهازية يعني بتضل مسالمة معك يا اما عايش معك كنورمال فلورا او حتى لو مش عايش معك كنورمال فلورا بعيدة عنك ما بتقرب عليك تستغل الفرصة اول ما تصير اميون كومبرميز بتهجم عليك وبتسبب فيك انفكشن تمام فبتنتهز الفرصة تمام لما يصير في عنا إميون سپريشن لما يصير في عنا البني هذا الإميون كومبرميز زي الـ ايش ايش بياخد إميون سپريسي دراجز ايش بيسببوه بصيرو يسببوه فنجل انفكشن تمام اما بشكل طبيعي they are unable to cause symptomatic انفكشن 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 وصم امي حكينا they are part of our we have five opportunistic infections رح نهتم اكتر اشي بالكانديدي يسببوه الكانديدي مين في عنا نعم الكانديدي اسمه كانديدي البكانز تمام كالبين 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 الحرف السي دائما هو في عنا اكتر من عشرين نعم الكانديدي دائما نذكر كانديدي كحرف سي بعدين نذكر الاسبيشي تمام وهم واحدة هي الكانديدي البكانز ماندين في عنا امراض اخرى عندنا الكريبتوكوكس الكريبتوكوكس كوكسايس اللي هي بسببها الكريبتوكوكس نيفورمانز تمام وعنا الاسبرجلوسز المرض هذا بسببو الاسبرجلوس وعنا الميوكورم مايكوسز اللي بيسببو الزيغو مايكوسز تمام وعنا النمو سستايتس تمام طيب نبدأ بالكانديديادس. هذا اللي بيسببه زي ما حكنا الكانديديا. اشهر من واحدة منهم الكانديديا البكنز أو C البكنز للاختصار. هذا المرض فيه له العديد من المنفيستيشنز. ممكن يكون بكل بساطة سوبرفيشيال سكن انفكشن. تمام? وممكن يسبب سيستيميك انفكشن ينتشر في الجسم كامل. يسبب مينجايتس. ويسبب مينجايتس. تمام? هذا الانفكشن بما انه هو نورمال فلورال. الكانديديا نورمال فلورال. نقدر نحكي انه اندوجينس انفكشن. ايش معنا اندوجينس? يعني انفكشن من بكتيريا او فنقاي عبارة عن جزء من النورمال فلورال. ولكن بسبب تغيير. تغيير في عددها. تغيير في موقعها. تغيير في اي اشي. تمام? صارت اه تعمل انفكشنز. الكانديديا زي ما اتفعنا هي part of the normal فلورال من الفاجينا من الجي اي ومن ال upper respiratory tract. تمام? اه شو اسمه? ولكن اذا صار البني ادم مرات اذا دخلنا مثلا ابر. مثلا احيانا اه بدنا نعمل اه زي تحليل الدم. تمام? هي موجودة على الاسكن واحنا دخلنا ابرة ديب لجوة الدم. تمام? فهاي الابرة ممكن تدخل عن طريقها الكانديديا وتعمل هناك انفكشن اسمه كانديديادز. تمام? كانديديا اسز. يعني كل اللي حكيناه لحد الان اعتقد انه جايبين سيرتوا في المحاضرة الماضية. خلينا ندخل على اللي هي بتهمنا كتير. فيه الدكتور. انا رح احاول اشرح كل اشي يعني ولكن عشان تكونوا عارفين انه الدكتور بهتم بالاشياء اللي بيحكيها. اوكي? طيب اول اشي الاسكن انفكشن. تمام? الانفكشن اللي بيصير في الاسكن. اللي بيصير ببساطة. تمام? انه بيصير في عندها اوفر جروث للكانديديا وتستغل الفرصة انه مثلا ابني ادم ضعفة مناعته او في الناس الناصحين لانه مناعتهم ضعيفة. في الناس بديابيتكس اللي هم عندهم سكري. تمام? بتصير تعمل انفكشن للسكن في المناطق اللي هي بتكون مورم ومويست. مناطق وورم ومويست. يعني مناطق دافية ورطبة زي الاكزلة تحت الاباط. زي الانتر جلوتيال فولدز. يعني في مناطق مؤخرة او في الانفراء ماملاري فولدز تحت الثدي. تمام? يعني اذا بتكتشوفوا مثلا هون انفكشن لطفل صغير. بس هنا عند الفم. تمام? بالعادة بكون لونهم ابيض هدوله. بس يفققوا بتركوا زي هيك ندبات حمرة. تمام? بتركوا ندبات حمرة. هدا بالنسبة للسكن انفكشن. في واحد يعني زي واحد نوع من السكن انفكشن بنسميه الكانديديا فينجر ويب ايروجن. وهو بصير عادة مع الناس اللي اذا تديلوا او الناس اللي بيتطبخين. بصير زي هيك ندبة بين الاصابع. ندبة بين الاصابع. اوكي? طيب. في عنا الماث انفكشن. الماث انفكشن تمام? عادة بسببه الكانديديا البيكنز. زي ما هي الاشهر. يعني اصلا اذا ما عرفت ايش اللي بسبب اطول نحكي كانديديا البيكنز. اوكي? بتسبب واحد باتشز على الماث اللي هم قابلين للازالة. تمام? زي هيك واحد باتشز. بكونوا قابلين لانك انت تمسحهم وتزيلهم. تمام? قابلين للازالة. وبس تزيلهم بتركوا ندبات حمرة. تمام? وشو اسمه? ممكن يوصلوا للمريء. تمام? يوصلوا يعملوا اسوفيجايتس اتناك. تمام? يعملوا اسوفيجايتس. الجدير بالذكر انه ال skin invasion. تمام? او اي انفكشن بسبب ال skin. تمام? الكانديديا ديرماتاتيس. عادة بكون associated with mouth with oral regions. هادا الاشي ممكن يساعدنا على ال differentiating. تمام? بينه وبين اضر انواع الديرماتاتيس. اوكي? so we have skin invasion. we have كانديديا finger web erosion. we have mouth infection. تمام? في عنا الفلفو vaginitis. اللي هو بصير في الفاجينا. تمام? اللي هو المهبل تبع الانثى. تمام? بصير في عنا white itching. زي هيك بياض. تمام? هيك بصير لون ابيض. بصير في عنا thick vaginal discharge. بصير يعني افرازات بتكون يعني كثيفة. تمام? وهذا الاشي عادة بصير مع مرضه السكري. او النسوان اللي بيستعملوا هو اللولب. اللي هو ال IUCD. هذا اللولب اللي يجرع في الرحم على اساس انه يمنع الحمل. هون النسوان هدولة اذا كان فيه other risk factors معهم كان مثلا مرأة ناصحة ومستعمل اللولب. او مثلا يعني بشكل عام عندها risk factors. تمام? هي عادة ما بتشكل هذا الفلفو vaginitis. طيب في عنا ال Nail infections. ال Nail infections انت جوز ذكرنا عنهم لما حكينا عن مين? لما حكينا قبل هيك عن التينيا. تمام? حكينا هناك الاضافر بتنكسر بصيرونها اصفر او ابيض بصير thickening. بس ما بتكون painful. اما هون نفس الاعراض بتكون painful. وهونا بصير في swelling of the nail. طلعوا. الاضافر هون راح يتغير لونه وبيصير قابل للكسر. بس اه الميزة انه painful. والميزة التانية انه طلعوا حوالين الاصبع في صار infection. حوالين الاصبع بكون في صار infection. اخيرا وليس اخيرا systemic candidiasis. تمام? هذا بس يدخل الفنجاي ديب. بصير عادة في immunosuppressed people. يلاحظوا اللي قبل. تمام? ممكن يصيروا في immunosuppressed people. بس يعني عادة بمين بصيروا هدولة? عادة بصيروا في الdiabetics. الناس اللي عندهم سكن الناس الناصحين. الناس اللي بستعملوا لو لا مثلا. pregnant human. اما هون. لا هون بيكون في الناس اللي عندهم aids. بصير عندهم systemic candidiasis. تمام? ممكن يسبب لهم infective endocarditis. ممكن يسبب لهم infective endocarditis. ممكن يسبب لهم برضه من endocarditis. تمام? طيب. to repeat what we have said in this picture. في عنا skin invasion. تمام? في عنا skin invasion بيصير في المناطق الرطبة في الجسم. وفصصا في الناس الابيزد عندهم diabetes. الندبات بتكون لونها ابيض وممكن تتحول لون الاحمر اذا اشطط. تمام? في عنا candidia finger web erosion. وهو بتصير بين الاصابع زي هيك. كاف الناس. اللي مين? اللي هما بيطبخوا او بيطبخوا او بيطبخوا. في عنا mouth infection. تمام? mouth infection زي ما اتفعنا. هاي شكله. تمام? لون ابيض. في عنا vulvo vaginitis. اللي هو بيصير white itching. تمام? thick vaginal discharge. تمام? اه بتصير الافرازات سميكة وبيصير اه شو اسمه? اه او ال white itching. هذا الندبات البيضة اللي بتطلع في الفجانة. تمام? عدتا هذا common with diabetic woman. وcommon with women who are using iu cd. او اللولب. تمام? في عنا nail infections. هدو رح حكينا عنهم من قبل. تمام? في عنا systemic candidiasis. اهم ايش يتفرقوا انه most dangerous thing that can systemic candidiasis lead is infective cardio endocarditis. اوكي? طيب. نيجي الى laboratory diagnosis. اولي شيء مناخد specimens عينات من منطقة الاصابة سواء من ال skin. سواء من افرازات المهبل. تمام? او من ميوكس surfaces. يعني من المناطق هناك. ايش بنفحص تحت المجهر ببين معنا? رح يبين معنا candidia. بكون شكلهم oval. بكونوا اجرام positive. معنو ما نجيل لهم عادة اجرام examination. بس يعني بكون شكلهم oval body ingest. تمام? افراز مش مرسم صح. هيك. oval body ingest. وبكون معاهم pseudo high face. pseudo high face زي ما اتفقنا. زي شكل ال high face. تمام? بس بتكوناش مفصولة بسبتة حقيقي زي هيك يعني. تمام? فبتكون positive body ingest with pseudo high face. اوكي? هادول العينات اللي منفحصهم من وين منجيبهم. زي ما حكينا منجيبهم هادول الاسبسيمنز من مناطق الاسابة. اوكي. بالنسبة للكلتشورينج. تمام? احنا اتفقنا على شكل الكلتشور. كل نيز حكينا. they are creamy in color. identified by morphology. differentiation tests. اول اشي المورفولوجي. يكون شكلهم oval. بكونوا body ingest test. تمام? اه شكلهم زي هيك زي ما احنا فرجناهم في المحاضرة الماضية. تمام? زي ما انتم ملاحظين هما كريمي. تمام? وعملين colonies. زي ما اتفقنا من هنا. بكون شكلهم oval. و ground positive yeast test. بالنسبة لل differentiation tests. هادول برضو بيساعدونا كتير في التفريقة. كان الجيرمي تيوب تيست. ايش الجيرمي تيوب? اللي هو انه انا بس احط الفنقاي. تمام? بس احط الفنقاي. اه في درجة حرارة سبعة وثلاثين. بتطلع لي زي هيك السفور. بتطلع لي وراها زي انبوبة. حبة الفنقاي بتطلع لي وراها زي انبوبة نسميها جيرمي تيوب. تمام? هاد الشكل. جيرمي تيوب is formed. this make sure that is candida this shape is for candida albicans. اوكي? هاي علامة فارقة. so. جيرمي تيوب is formed doing colonies incubated with the human serum at 37 درجة for 30 minutes. ولاحظوا انه 30 minutes مش يعني اختبار باخد وقت طويل فهذا الاشي بيساعدنا كتير. تمام? ممكن يشكلوا شغل نسميها اكلاميدو سبورز. تمام? اللي بشكلهم على الكورن ميل اقر. يكون شكلهم زي هيك. انه السبورز على الطرف. مش بالنص زي قبل. تمام? تذكروا قبل شوية لما حكينا. انا واحدة من الفنقاي حكينا السبورز تيجي بالنص. تمام? اما هون. سبورز ار تيرمينال. سبورز ار. اكلاميدو سبورز تيرمينال. اوكي? these are characteristics برضو. of candida. ممكن نعمل بعض بيو كيميكال راكشنز. يعني اه اه. كان ديديا البيكنز كان فرمنت غلوكوز وكان فرمنت ملتوز. تمام? وبعملوا أسد وقاس فردكشن لما يعملوا فرمنتاشن لهذه الشغلتين. بس يعني اللي فوق مور سبسيفيك. هذولا ممكن يعني يصير كونفوجين بينهم بين بعض نواع البكتيريا. هذولا بذات الجرمي تيوب تيست او الكلميدو سبورز هذولا مست سبسيفيك. طيب. regarding treatment. هذا depending on the type of infection. تمام? لما يصير في عنا systemic. لما يصير في عنا systemic infection. منستعمل الامفوترسين بي. تمام? ذكروا ان الامفوترسين بي هو الوحيد اللي بنعطى انتروفينسلي. انتروفينسلي معناته انه هو بيشتغل في systemic infections. تمام? اه وهو ايضا فنجيسايدل فمعناته هو قوي جدا. مرات منستعمل النستاتين لما يكون الانفكشن على الجلد مثلا tropical او كذا. تمام? so for skin infections we use نستاتين. و for systemic infections we use lymphotricene b. وبكل الاحوال استعملنا البولينز ديريفتر. تمام? اللي هم يندرش تحتهم الامفوترسين بي والنستاتين. اوكي يا جماعة. now we have finished candidia. candidia albicans. و candidia عموما. نيجي على ال other شو اسمه? diseases. زي الكريبتو كوكسايسز. تمام? اللي بيسببه الكريبتو كوكس. نيوفورمنز. هاي عادة بتسبب ميننجايتس. تمام? ممكن تيجي من. شو اسمه? ممكن تيجي من براز الخنازير. الله يجي بالمثال. وبتنتقل retrograde عن طريق العصاب. لتوصل للدماغ. اوكي? و ممكن تعمل في البيردس نيمونيا. ممكن تعمل في البيتز نيمونيا. اوكي? بس يبونا من البيتز. احنا بهنا البشر شو بيسووا فيهم? بيسووا اه شو اسمه? infection في الميننجيس. بيسببه ميننجايتس. اوكي? كيف منشخصهم? اكيد بناخد عين من السائل الدماغي. cerebrospinal fluid sample. تمام? واذكروا من المحاضرة الاولى. حكينا نستعمل الانديان انك ستين. عشان نشخص الكريبتوكوكس نيوفورمانز. فممكن نستعملهم هنا ومزراهم على special agar منسميه bird seed agar. لاحظوا انه حكينا عن نوعين من ال agar. اللي همي ال sd agar. اللي حكينا عنهم من اول اللي همي موجودين. هذول ال sda agar. وفي عنا النوع الثاني اللي احنا عم نحكي عنه الهلا. اللي هو ال bird seed agar. تمام? اللي هو ال bird seed agar. احنا عم نارد. هذول الكريبتوكوكس نيوفورمانز. اوكسوجيناس انفكشن. تمام? بيجو من السويل والبيجون دروبينج. تمام? في ال birds بيسببوا lung انفكشن. تمام? آآ بيسببوا عفوا ان افية كريبتوكوكسيز في ال birds اللي هو lung انفكشن. ممكن في الانسان يسببو من انجاتس. تمام? ممكن يسبب من انجاتس. ممكن يسببو على فكرة lung انفكشن في ال humans كمان. ممكن يسببو lung انفكشن في ال humans. عندهم كابسول حتى نعمل Diagnosis نأخذ Cerebral Spinal Fluid من المنينجيز وبنستعمل Indian Inx Stain تمام To Umbered Seed Agar طيب نيجي على الانفكشن الثالث اللي هو الأسبرجلوس الأسبرجلوس اللي بيجي من الأسبرجلس تمام الأسبرجلس اللي همه ثلاثة أنواع حكينا أسبرجلس Flavus و Phumigetus و Pharasiticus أوكي ال Phumigetus زي ما حكينا تسيبونا منه هذا بسبب حساسية حكينا عنه من قبل الفلايفوس والParasiticus جبنا سيلة هم وقت ما حكينا عن Fungal Tuxans وهلا بنا نحكي عنهم بالنسبة ل Diseases بسببه Invasive Aspergulosis حكينا بيعملوا بالرئة تمام بيعملوا Infection in the lungs تمام بيسببوا Fungal Bones الPrognosis تبعهم سيئ يعني مؤذيين كتير والعلاج تبعهم صعب نحتاج أحيانا التدخل الجراحي لنشيل هدول Fungal Bones تمام Needs surgeries to be removed وأيضا بنعطي Systemic Antifungi تمام اللي هو Amphotricine B فتطلعوا وإحنا باستعملنا الجراح والAmphotricine B هذا دلك أنه Aspergulosis بسببه Aspergulosis أربعة ثلاث أنواع Fumigatus Flavus Parasticus هذا بسبب حساسية هذول التنين إما بفريزو Toxins وإما بعملوا Invasive Aspergulosis بعمل Infection في اللنج بسببه Fungal Pruapores هناك يحتاج التدخل جراحي زائد Amphotricine B عشان نزيلهم طيب عنا Zygomycosis اللي همه بسببه مرض Mucromycosis هذول Zygomycosis همه Most poor Prognosis أسوأ Prognosis بسببه تمام صعب جدا الثلاث أنواع ينذر تحتيهم الزيجomycosis اللي همه Rhesopos والأبسيديا والميوكر وين بسببه Infection بسببه Infection في الأنف وفي الفم وممكن يسببه Infection في الدماغ بسببه Rhyno Cerebral Mucromycosis Rhyno في الأنف وCerebral يعني ممكن يكون لا دخل بالدماغ تمام Cerebral Spinal Fluid وهذا بيكون worth Prognosis تمام سيئ جدا لPrognosis تبعه أوكي وPatients May die Rapidly الآن بالنسبة الhost defense تمام الhost defense اللي بيشتغل ضده هم الفagocytosis فبيشتغل ضده الـ Neutrophils وبيشتغل ضده مين كمان الماكروفج كيف نعمل Treatment Treatment to control Diabetes لأنه هو السكري يعني الأشياء اللي بتزود الإصابة في المرض بنستعمل أيضا Surgery وأمفوترسين B بالنسبة للdiagnosis بنستعمل Direct Smear بنعمل Isolation للمolds تمام من Respiratory Secretions تمام من Respiratory Secretions ومرأة من البيوبسي من أي متوقع أنه ينمو فيها الفنغاية ما حكينا ممكن ينمو في الدماء So again الزيجوميكوس في عند رجل تحت ثالث أنواع الريزوبس الأبسيديا الميوكر تمام بسبب الميوكر أو بسبب أشهر أنواع وهو هذا يعني سير المرض طبعه سيء جدا ممكن يسبب خطيرة تمام عادة من شخص المريض كيف تسمير تمام ناخد تسمير ومرأة بنعمل أو من في الجسم وتوقع أنه ينمو فيها الفنغاي كيف بنعمل علاج برضه بنستعمل ونعطي ونتحكم في يعني هو آخر إشي في عنا النوموسايتس جيروفيستي تمام هذا في نوع من الفطريات إذا تذكروا حكينا عنه في محاضرة الإيدز محاضرة الإيدز تمام في حكينا في مجموعة من الأمراض عادة يعني معظم مرضى الإيدز بموتوا بسبب واحد منهم تمام هذا واحد منهم الأمراض هدول تمام هذا عادة ليثل نيمونيا بسبب ليثل نيمونيا يعني انتهاب في الرئة يكون قاتل في هذا بالمناسبة نستعملش ضده زي هون لأن نستعمل ضده اسمه ستاخده عنه أكيد في المحاضرات تمام يعني بس هذا إلو فممكن نستعمله هون هيك ممكن خلصنا الجزء الأكبر من محاضرتنا ضل علينا بس سلايد واحدة بس تمام الاندامك ميكوس التفاعل أنه في عنا أربع أنواع من الفطريات اللي ممكن يسببوا اندامك ميكوس وتذكروا حكينا اندامك بسببه سيستامك ميكوس يعني بسببه في في تمام يعني بكون الانفكشن بكون مائل أو حتى بس ممكن يصير في عنا سيجنيفكن أو ممكن يصير في عنا سيبير انفكشن تمام هذول عادة بنتقلوا للبني آدم زي ما حكينا هذول بكونوا بكونوا على شكل تمام وعلى شكل عفن وعلى شكل يست بنفس الوقت تمام حسب الحرارة بنتقلوا للبني آدم عن طريق الانهاليشن بشكل طبيعي لأنه يستمع لديهم قدرة انهم ينتشروا تمام وإنهاليشن لأنهم عادة بدخلوا باللنج وبسببوا لنج انفكشن يسببوا بالبداية لنج انفكشن قبل ما ينتشروا إذا انتشروا أصلا أربع أمراض يسببوا الكوكسيديو ايديو مايكوسيز والهيستو بلازموسيز وبلاستو مايكوسيز وفرا كوكسيديو وإنكرنا هدول الأمراض كلهم في المحاضرة الأولى تمام وعشان هيك أصلا بمشي سريعي يعني فيش هالمعلومات الزيادة هون تمام 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 هدول هدول الفطريات اللي بيسببوهم تمام عادة عادة بيبلش في فطلعوا عم بيستنشقوا سبورس تمام في تمام 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 تكونوا جيوغرافي ريستريكت تو سبيشف سبيشف أرياس تذكروا من اسمه أصلا أهم معلومتين تعرفوهم من اسمهم انهم وستميك تمام وبرضو تعرفوا انهم ممكن يوجدوا على شكل مولد أو ييست وبرضو they can infect healthy people اوك بس significant number of patients developed severe pulmonary disease اوك هزو سؤال سنوات اجا which of the following represent the general transmission route of endemic dimorphic fungi اللي عمد نحكي عنه قبل شوية حكينا كيف انتقلوا أكيد رح ينتقلوا كيست مش رح ينتقلوا كهايفة أو رح ينتقلوا كمولد تمام لأنه اليست سهم اللي عندهم قدرة فأنا باجي بشوف هنا من الاجابات فيهم كلمة سبورز 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 مش كتير دقيقة نحكي سبورز هي الأدق طيب حكينا هو بنتقل فمعناته رح ينتقل عن طريق غلط فالجواب الصحيح هو بإذن لاحظوا حكينا هو بنتقل عن طريق بنتقل عن الجواب الصحيح هو هيك بيكون خلصنا محاضرتنا طولنا كتير بعرف بس يعني إن شاء الله أنه نكون بسطناها قدر الإمكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته